في محطتها العشرين وصلت قافلة ستر وعافية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قرية المعصرة وتوابع بمركز ملاوي بمحافظة المينيا فالمشهد الذي اعتدناه قافلة شاملة تخدم جميع الفئات خاصة الأسر الأولى بالرعاية فهنا نجد المدرسة الحقلية والتي تستهدف دعم المزارع وعطاءه الإرشادات لتحسين مستوى محصول القمح والزراعته وذلك في إطار مبادرة إزرع درابع ندوة نعملها فادونا بصراحة بمعلومات يعني إحنا كنا نجهلها تماما جرات لو كان يجيب أردب للربع ودرابة بيجيب أردب وأزيد من الأردب أنها بصراحة التجاوة ندلت عشر على عشر وفرتنا التجاوة بأجل سعر وبيتابعونا وبيدونا وعي كافي لرعاية محصولنا في الأرض الزراعية بنشكر التحالف الوطني وبنشكر الهيئة الإنجلية لأنه وفرت لنا التجاوي التجاوي بره كانت سوكسودة كانت غالية وتضمنت القافلة الكشفة على الماشية وتقديم كافة العلاجات اللازمة في التخصصات المختلفة للطب البيتاريه أول مرة جئنا قافلة وجيت لجيت دكتور كواس محترم جدا شاف الطلب اللي عنده عمله الحمد لله جبت المواشي ودتها الجرعة اللي هي عاوزها وبرك الله فيكم وقصرتوش في أي حاجة السيسي ربنا يكرمنا ويزيدو كمان وكمان عملنا حيات حلوة بصراحة وكل حاجة حلوة ودائما عيادات طبية تشمل العديد من التخصصات ليستفيد منها الأهالي المتواجدون بالقافلة لتوفر عليهم تكاليف الكشف والعلاج والمتابعة قافلة دي أضافة جديدة ما كناش نتوقع أن تكون بالحجم دويتي علاج متوفر وناس مع عملتها كريمة الله يبارك لهم مية مية والله عملونا حاجات حلوة جاوية في هذا البلد جدا كنا فعلا محتاجين رعاية أكشف نظر والحمد لله ده كتر على كفاءة وكفاءة عالية شكرا على اللي عملينه وربنا يكف معاكم سيما وقفين مع الشعب هذا بخلاف القطاع الطرفيهي من خلال كرنفال للأطفال وتوزيع ألعاب وهدايا وأنشطة طرفيهية حفلة جميلة وكتر خيركم على اللي انتها ملتودة يعني احنا فحنين جدا بيها اليوم جميل النهاردة جاي ألعب مع صحابي ودي حاجة تفسسنا جدا كأولار وكده لعبنا حاجات كثيرة بحب كل اللعب اللي هنا ونفسي ألعب معاهم موسودة جدا أنا وعمل فقرات كثيرة وأنا محب الفقرات دي جدا والعب دي كمان جدا أحلى يوم في حياته والله يعني بالإضافة إلى أقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة لجميع الفئات وتوزيع مواد غذائية من خلال حملته ترقي الأبوهب ربنا يبرك فيكم وجزاك الله خير كتل خيركم ربنا يجعلكم فهل الخير دايما يا رب أقولهم ألف شكر ألف شكر ربنا يزعلهم في مزان حسنات موسودة جدا مشكلة بالبنك اللي أنا خدت فلوس فتش أزدت حاجة يعني عشان أقدم مشروعي مشروع تقتل أشجار بوسع مشروعي وأبدأ أعمل بفحمه كده فرحان أني أنت هتعملوا مشروع والله موسودة جدا تحت مظلة التحالف الوطنية القافلة التي استفاد منها نحو 25 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية ترجمة نانسي قنقر